تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأعضاء من وفد ميليشيا الحوثي المشارك في الحج لهذا العام وهم يرددون شعارات سياسية وطائفية في الحرم المكي وأظهرت المقاطع أعضاء الوفد الحوثي وهم يؤدون الصرخة القمينية وشعار البراءة ويرددون قسم الولاء لزعيم الميليشيا الحوثي من داخل الحرم المكي وقد أثارت الحادثة استياء واستنكار اليمنيين لا سيما وأنها جاءت بعد أيام من مهاجمة زعيم ميليشيا الحوثي الإرهابية المتعو عبد الملك الحوثي المملكة العربية السعودية وقياداتها وإدارتها للحج وقبل أيام دعا المرشد الإيراني علي خامنئي زعماء الفصائل الشيعية في العراق ولبنان إلى ما وصفوه بحج البراءة من أعداء الله ورسوله وهو ما بدى توجيها لتصدير الأزمة إلى المشاعر المقدسة أثناء مناسك الحجة